ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير النهاردة اجيالكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينقول اعجابكم قمت بقى كده وقلت اشطى بالدنيا ايه اللي وراي تففة كل يوم وراك او والله العظيم يا جدعين حطوا اللايك بقى عشان ايه يعني روتين كده من اعماك وقلبي بالليل بقى كده في الروائين الفيديو ده كنت عاملها من بالليل بس قمت اسجله لكم الصبح عشان احضره لكم كده وينزل روتين مسائي كده خفيف كده ويعني بص يعني نشاطك برضو يا ست الكل يلا ما تنساش اللايك وكومنت الحلوة لي بسايد قلبي ربنا يا سايد قلبي يا رب شكرا جدا جدا لكلامكم الحلوة على اخر فيديو نزل على الكنوة وعلى مشاهدتكم الحلوة لي بشكركم من قلبي ما تحرمش منكم ابدا ابدا طبعا بقى عايز اقول لكم كده قبل ما الشهر بقى يبتدي يعني ما يكون دخلة كده على بداية شهر جديد بحب بقى ان انا نضف التلاجة انتوا عارفين عني الكلام ده عشان مثلا لو هجيب مشتريات ولا حاجة بحب ان انا التلاجة تكون بتاعتي بنضافة فطبعا الناس اللي بتقول يا وفاق بتنضافيها كل عدية كل شهر يا جميع انا بنضف التلاجة بتاعتي يعني قبل ما اجيب المشتريات بتاعتي الشهر بمسكها صبنا وتصدينها حلوة وبقوم بعد كده جايبها لحاجة بتاعتي معا ونرصصها مع بعض كده بنضافة فطبعا بقى قلت الكلام ده كله اعمله كده بالليل وانا قاعدة كده مع نفسي ويعني ما كانش وراي حاجات كتير فقلت اقوم ايه ازبط الدنيا ديت لاني تاني يوم على خير كده بقوم بقى اعمل اكل اعمل فطار مش عارف ايه فقلت احشطة بالدنيا ديت وفي كتير منوكو قال لي وفاقي بيعملي روتين مسائي فانا عملته معي كبرت بس ما كنتش فاهم انت اصدقه انزله يعني انزل في اليوم ده فيديوهين ولا كان اصدقه عادي روتين مسائي اصوره ما فيمتش قوي بس قلت خلاص اصوره خلاص يعني بصوا بقى كنا جايبين شوية فاكهة انا حاطتلكو كده مقاطع بسيطة من الفيديو كده ده بقى بدايت الفيديو معينا كنت جايبة كده شوية فاكهة كده بسيطة قلت اخسلها الاول وقلت برده كده اشوف لو هم عايزين عصير هعمل لهم برده عصير عشان طبعا انا كان الكلام ده وكان بالليل كده زي ما بقولكو وبعد كده هشطب بالدنيا اللي وراي كان عندي طبعا غسيل قلتلكو ايه الفيديو اللي عده انا مش هخسل قلتلكو انا خلص الفيديو ده مش هخسل وفعلا انا عملت كده بس قلت ايه او مخسل بقى بالليل مش هطب غسيلي بحبي يا جماعة مسلا قبل ما نام يكون مطبخي ده زي الفل ولو فيه مسلا غسيل عادي بخسله وانشوره ولو فيه اي حاجة مسلا في الحضب خلصها بقوم تاني يوم بحس الدنيا ريئة بالنسبة لي احسن ما انت تسيبي ده كله وتقومي تبقي شايل الهم يعني تبقي شافت عملي ايه ولا ايه وصاعات تتفاجئ مثلا ان حد جاي للك تبقي مرتبكة لأ يعني بحبي الشقة تكون نديفة قبل ما نام مطبخي يكون نديف الغسيل مخسله على المنشر عادي حتى لو حد مثلا هيجيلك لو هو منشور مش مهم لكن يكون مثلا الجردل بتاع الغسيل مليان غسيل مش نديف بتبقى دي حاجة مش حلوة فحب بقى ان انا اخسل بلل كده واسيب بقى الغسيل عن المنشره كده هنا طبعا انا عملت طافس واخسل في العنب العنب ده طعمه جميل اوي اوه الله العزيز فكان مسكر اوي عمل اخسل ايه واكل منه اه هنا برضو غسلت شوية العنب كده اهو انا قلت ازبطهم كده واروق عليهم الاول بعد كده شوف الروتين بتاعي البسيط خالص الفيديو ده صغير فارجو منكم ان انتو تشوفوا لي الاخر طبعا الفيديو اللي عده بوستي كان فيديو انطحار انا هتطلع عيني في الفيديو اللي عده فقلت رايح شوية اه زي ما انتو عارفين بنا بقولكو بحب اللمون الاخدر ده في اللموناتة اوي اه بيبقى جميل يعني جميل ريحة كده وطعم عن اللمون الاصفر اصلا اليومين دول اللمون الاخدر ده كتير اوي الكيلو بخمسة جنيه يعني الرجل بيعدي من قدام الباب الاربعة بعشرين فارخيص اوي اليومين دول وحلو يعني لو عايزك جيبيه وتشليه في الفريزر وترجعه تطلعه بيبقى طري وحلو وكمان يوقض معاك فترة طويلة لان ساعات اللمون اه بيزيد بيبقى الكيلو باربعين جنيه بيوصل لكده يعني فليومين دول صيارو حلو كمان للناس اللي بتخلل منه برضو حلو ليها قلت بقى اعمل لهم كده لموناتة بقى انا بحب بالليل تلاقوني اي منكش اعمل لهم اي حاجة يعني الصهرة بقى بتطول وكده تلاقوني مثلا لو ما كنتش جبت شوية الفاكهة دول تلاقوني مثلا اي معامل صنيت كيكة صنيت بزبوسة كده على السريع اي حاجة حلوة لهم اشوف بقى دعبس كده في التلاجة حلوة دعبس دي اعمل لهم اي مشروب اي حاجة عندي تتعامل مشروب ساقع ولا كده احسن طبعا من البيبس والكلام ده الحمد لله ربنا هداني قوي من ناحية الحاجات الساقع اللي بتجم من بره يعني فين وفين لما بقيتها دخلها انا عايز اقولكو دي ما كدش بتسيب التلاجة عندي لأ دلوقتي فين وفين لما بدخلها هنا بقى جبت تلج كده من الفريزر وقلت بقى حط في الكوبايات كده تلج وبعد كده حط لهم بقى اللموناتة حلو وفيه احلى من اللموناتة تهجي الاعصاب يا جميع تهجي الاعصاب اهو تحبوا بقى هم الالوانات دي اتونتو عارفين بقى العيال بتفرح بالحبشتكنات دي اول يلا انا ام حنونة سغنونة بص فيديو امر كده ويعني لذيذ كده من اوله صح ولا ايه وبحب الناس الريئة اللي بتضحك على طول مش هقولكو من اللي كان بيغنيه عشان انا ناسيا مش عشان على طول اقولكو يعني اسم المغني غير اللي بيغني خال خلاص انتو حفزتوني يا جماعة اهم حاجة في الليف تخش تفضحوني وتفضلوا يتقولولي يا وفاق الغنية اللي كان بيغنيها كذا تعارفين يا جماعة انا حفزة لاغني لكن مش حفزة من اللي كان بيغنيها اي مش ضروري مش كل حاجة لازم اني عارف بص بقى حتطلهم الفكهة وحتطلهم العصير وانا يا قلبومي دخلت اتفحي بقى قلت بقى كان عندي غسيل كده في البلكونة دخلت شلته وبعد كده اللهم اصلى على النبي يا رب اهو هينور عليك يا بيت يا فوفا كانوا شوية غسيل كده صغيرين اديتهم له انا بنتي ان هي اتطبقهم وقلت بقى ايه انا هنضف البلكونة لان البلكونة كانت متبهدلة وكمان غسلت دورتين غسيل دورتين مين تلات دورات والله كانت طبعا الحاجات اللي انا طلعتها من الريسيبشن اخر مرة اللي هي المفارش بقى والحاجات دي اه انا بقى لكتير بقى لكتير يعني ما كونتش غسيل بالطريقة ديت فعشان ما غسلتش اول بول هتشوف المنشر دلوقتي هيتميل ازاي بس تقولت مش مهم يعني انا عندي تخسل الغسيل من بالليل وتنشريه احسن ما يبط مش نضيف ده احسن يعني كناس تبقى البلكونة كده بلكونة اللي ما بتنضفش ابدا زي ما بقولكو كده اهو بصوا انا اضفها النهاردة قومي تنيمه اتبعيزة تعملي كده تاني يلا ربنا يقوينا اديتها تلمعة كده بالشرشوة مرضيتش غراء الدنيا موية ولا حاجة قلتي مش مستهلة انا كل شوية ايه بعملها وهرجع وهرجع اللهم صلى على النبي افرج بقى المكتة لمعت بقى الصور ولمعت اللحبال والتربو وبعد كده قلت بقى هبتدي ايه انشور غسيلة خلص منه وبعد كده نخش بقى نشوف ايه تاني ورون هنا طبعا الايموشن اللي انا عمالة حطه ده عشان الجيران في البلكونة يعني جارت عادة في البلكونة هي وجوزها وعيالها فهم مش واخدين بالهم فعادين براحتهم يعني فقلت بلاش بلاش يبصوا كده يلاقي ونفسهم طالعين في اليوتيوب فكلما السطرة تتشال انا والله حاولت ادارين بالسطرة بس للأسف الهواء كان جامد فطبعا الناس قاعدة في حالها يا ما تلاقيش نفسها طالع في اليوتيوب مايصحش فحاولت استروميا اختي استروميا بنت يا فوفة سطرة من النار وسطرة من العار وسطرة من فضحة الزمان ايه يا فوفة اللي انت بتقولي ده مفيش كان في واحدة بتمشي تشهد في الشارع كده اوالله العظيم زي ماولوك كده كانت تقولي الجملة اندو في خطهم منا اوالله يتقولك ايه حسنة قليلة تمنع بلاوة كتير حد يتجابع في ايديها تقوله ايه ربنا يستورك سطرة من النار وسطرة من العار وسطرة من فضحة الزمان مش عافية يا ليه كان بتدهي الدعوة ديلي الناس بس مش وحشة والله حلو بتقوله انا عادة دحك عيالي اول ما اعملو حاجة اعملوهم زيعة اوالله بيت فوفة دي مشكلة يعني هنا بقى ايه بصوا كل السا تاير والحاجات دي كلها كانت في الرسيبشن طبعا كل ده انا شايلة معيكو فخلص يعني خلصت على الغسيل النهار ده الحمد لله يوم تاني بقى انطبقوا مع بعض وربنا يقوي كابت يا فوفة اهو اجيزت بقى بقيت احط الدورة دي ولا الدورة دي وقلت ايه خليه الروتين ما سائع على مهل كده بالليل اا اقوم ناشره بقى واخلص منه كده طبعا زي ما انا قلت لكم بقى في اول الفيديو قبل ما اجيب المشتريات بتاعة شهر تمانيا او اي شهر عمتا بحب ان انا ادي للتلاجة تصمينها حلوة زي ما انتم هتشوفو كده وده حلو في ناس كتير بقى لما اجا صب من التلاجة منكم يوفق التلاجة نظيفة وزي الفل بص يا جميع على طول اقول لكم امشوا بمبدأ مش لازما الحاجة طالما شايفها زي الفل تبقى مش محتاجة ان هي تتعكم مش محتاجة ان هي تتغسل لأ التلاجة يعدي عليها شهر يبقى لأ محتاجة ان هي تتغسل يعني انا ما عرفش الناس ازاي اللي بتقعد بالكم شهر ما تغسلش التلاجة ومش لازما برضو ان احنا نمسك ميا زي ما بشوف يتبارا كتير يضلقوا بجرد الميا في التلاجة لأ ده غلط لكن انا زي ما انتم بتشوفوا كده سلكة وبعصورها اوليفة وبصبين كده بصابون وخل وبنشف بالفوت بس تبقى معايا زي الفل حب بحط حكتي فيها على نظافة وخلاص بقى بالنسبة لي ده روتين شهري كده يعني بعمله كل شهر فلو هبص على النظافة انا الحمد لله ادية برضو فيها بلمحها بالفوت بتام يبقى مش عاملها خالص لأ تبقى محتاجة برضو ان هي تتحكم انت بتتفتح وبتتقفل وممكن حاجة بتطير ساعات تخش فيها انت مش واخدة بالك بتعارفين بقى الكلام ده فلازما انت بخري وتعطري ومش عافية اللي جاب البخور دلوقتي والتعطير معالينة يعني متركزيش اما تهيسيش دخلت بقى المطبخ بتاعي انا طلعت كل القرفف اللي في التلاجة وهصبينها الاول وحطها تتصفى وبعد كده نخش على التلاجة بزمتكم وعينكم كده مش روتين خفيف وحل اهو ازاي بانتوا عارفين بقى انا ببسك حكة التلاجة دي بخسلها وانا ايه وانا ببقى خايفة كده عليها خايفة عليها عشان كل لما حاجة بتتكسر عب بنتطر نجيب غيرها طبعا لقيت تكلفة اهو انا لقيتها برضو ايه قلت حط في الصفوية على ايه يقع لا اركن عبو تجازع المطبخ لا لا يقع من اه طبعا الناس اللي بتقولي اه اكتر من حد طلب مني عملي مقطع تانية وفاق انت وكندا عملي مقطع تانية وفاق انت وكندا اه في حد نصحني لو اني والله يبصوا يعني انا مش عايز اركز في الحاجة دي كتير اللي لو ركزت فيها يبقى بنت ما تطلعش في اليوتيوب خالص يعني لما كنت اطيعبت قعدتوا تنصحوني وطولي وفاق من ساعت ما طلعتها في المقطع اللي عادت تهزر فيه وكان دماء خفيف فيه ناس قالتلي ما تخلاش تتكلم كده تاني قدام الكاميرا عطيت من الزر لا هو في عيال كتير ربنا يخلي كده يعني بس انا مخطأش كده والله لكن ده اصلا كل فترة بتتعب ومش موضوع اتنظرت ولا حي فبس ايه انا مش عايز اخصب عليها هي بمزاجها على فكرة ما بحس ان هي راي او لها مزاج بطلح عادي معي ما لهاش مزاج بسكت يعني اخر لايف ده انا طلعت معي كلها تعفراتت علي اول ما فتحت الكاميرا يا بنت تعالي سليمة على المتابعين قالتلي لأ وتعصبت مش عارفت بيت حالتها النفسوية تعبنا لي كده فاسبتها يعني بس والله مش قصدي ان انا ما طلعه وانش الناس جيت بتقول لي او فهم بتيش تطلعيا والله ما فتم انا طيب اي حاجة على فكرة انا مسلمها امر لله وعرفة ان انتوا بتحبوها والناس اللي ما بتحبنيش اصلي دي يعني دي طفلة بالنسبة لهم يعني هيكرهوها لي يعني حتى هما لو كرهيني او مش حابيني انا عارفة ان دي طفلة بالنسبة لكم فهتكرهوها لي او مش هتحبوها لي يعني فما بحطش في دماغي والله عين ولا مش عين انا مسلمة امر لله وبا Hannary بس يعني حاولت ان انا برضو اوصل لكم المعلومة عشان محدش يكون متضايق مني او يقول مثلا انا قصدي ان انا ما طلعهاش ابدا والله ما فيش حاجة العيل كلها بتتعب يعني انا تعبت وراها اتنظرت ده شوي برد والله برد اصلا احنا يومين تعب يومينت التكييفات دول يا جميع يعني المكان مثلا القوضة بتاعت العيلة ما بنفتح فيها التكييف ونيجي نفتح باب القوضة ونخرج انت عارفين بقى الكلام ده بقيت الشقة كلها عبارة عن نار ما يعلم بها الله ربنا صهد صهد فعبال ما نخرج من السقع ونخش على الحر ونرجع تاني نخش للسقع احنا نفسنا بنتعب مش موضوع بقى عين ولا بنتنزر احنا يعني عندنا ايه اكتر من اللي عند الناس يعني او فينا ايه مش في الناس على طول بقنع نفسك كده بس انا بحب اكون بسيطة كده ما حطش في دماغي العين ولا حسد ولا الكلام الفارغ ده بص بقى خلصت ايه اه دي اخر حاجة اخر حاجة الدرج بتاع التلاجة قلت بقى اصبنه كده طبعا اول ما اصبن التلاجة اقول ليه وفاها اجيب المشتريات الشهر صح انت حفزته خلاص فايه المهم اللهم اصنع على النبي يا رب اه خليت بقى التلاجة في الاخر قلت ليه عشان يكون الحاجات دي كلها تصفت الميا اللي فيها وبقت كده بنضافة وبعد ما خلص التلاجة ارصصها بقى الله العظيم يا جماعة واصلا الواحد بقى لا بقى حابب ينزل السوق ولا بقى حابب يروح في حتة بسبب الحاجة الغالية اللي بقيت ما اعلم بقى الله ربنا ديت هنا بقى ايه انا بحط في الصبون شوية خل ومع السلكة او الليفة حسب ما انت بتحب تصبي ومحب بقى ان انا صب من التلاجة واحدة واحدة كده ولا بكتر المية ولا بكتر الصبون اهي غسلة وتلميع كده على السريع وخلاص تمي طبعا يا جدعان بقى احنا وصلنا كده يعتبر خلاص انقفل الفيديو اهو فبالله عليكم اللي نسي اللايك انزل يحط اللايك واللي نسي تتعمل كومنت يلا حط كومنت كده جميل يا سيد قلبي ربنا يا سيد قلوبكو يا رب خلصت الباب اول حاجة كده اهو نضفة كده وبعقل كده بيت ففة دي بيت عقلة بتقوله عليك يا جماشة بيت جي عقلة في واحدة منكم اول ما عمل التلاجة تقول لي والله يا فاق فكرتيني هقوم عملها حيلا يلا قومي قومي يلا يستدتك كلنا نضفي تلاجتك بص انا التلاجة كلها بحيس تنية ايه الطلطيش الجامد اللي بيبقى فيها هو الجزء اللي تحت ده يعني الكاميرا برضو مش بتبقى مبينة يبقى في بقعة مش عارفة واللي بيبقى ماتبهدل قوي فيها ايه بقى القرفف اللي انا غسلتها لكن كالتلاجة نفسها تحسوها مش بتبقى ماتبهدلة على طول الحمد لله يعني طول ما ايدك في الحاجة على طول بقى قولكم كده الحاجة بالنسبالك لما بتيجي تنظفيها بتبقى خفيفة عليك يعني الحمد لله قبنا يديني استحى ويديكم استحى ونعمل وننظف ونبقى واقفين كده بكل صحتنا لبيوتنا يا رب قولوا امين قولوا امين يا جماعة كده بقى انا شفت التلاجة كلها كده وزبطتها خدتش مني حاجة اهو وقلت بقى رصص كده القرفف بتاعتها وده كان اخر الفيديو معايا رب الفيديو يكون عجبكم واستنيوا اللايك والكومنت وقولكم اعرف سلامة واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد مع السلامة